شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية توقيع مذكرة تعاون بين جامعة البحرين والهيئة العامة للرياضة تقدم بمجبها الجامعة الدعم لمبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب ووقعت مذكرة التعاون من جانب جامعة البحرين رئيستها سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين لمضحكة ومن جانب الهيئة العامة للرياضة رئيسها التنفيذي سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد السعي لخلق بيئة مناسبة لللاعب المميز للحصول على التحصيل العلمي بالموازرة مع تواصل عطائه الرياضي معربا سموه عن تطلعه إلى دور مردود مذكرة التعاون التي وصفها بأنها سوف تكون واحدة من روافد المشهد الرياضي في مملكة البحرين خصوصا وأنها ستتيح لعدد من المميزين في الجوانب الرياضية المختلفة الالتحاق بجامعة البحرين وذلك لتعزيز المواهب والمهارات الرياضية بالجوانب العلمية مما يثري أداء وحضور اللاعب الرياضي ميدانيا من جانبها قالت رئيسة جامعة البحرين إن مذكرة التعاون تؤكد التزام جامعة البحرين بما تم التوقيع عليه حيث ستضع الجامعة جميع خبراتها في خدمة الطلب الرياضيين المميزين وتساعدهم على الارتقاء العلمي والفني بمستوياتهم ليشكلوا ركزة جديدة في القطاع الرياضي بدوره قال الرئيس التنفيذين للهيئة إن مذكرة التعاون ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تهيئة الأجيال من الرياضيين البحرينيين الذين يتقون لممارسة الرياضة واحترافها والمضي بها إلى مجالة جديدة ترجمة نانسي قنقر